السلام عليكم. عاملين ايه? يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض التحيلة. هنحتاجها وصفات كتير قوي في رمضان. كمان هي دلوقت غالية جدا. يعني شوية دول بمية جنيه وبحاجة وتسان جنيه. هنعملهم في البيت بطريقة موفرة وحلوة جدا على طريقة المصانع. هوريكم بانضعفها زي وبانضعف الكمية بتاعتها زي. هنعملها بطريقة سهلة وحلوة جدا هتزبط معكم. شايفين طبعا الكوام بتاعها حلوة جدا. والزيت مش فاصل ولا اي حاجة. اول حاجة معي شوية سوداني كده مش مكملين فينجان يعني فينجان اللي ربع. هناخده نطحنه. هنحمصه. يعني لو هو متحمص خلاص. هتتحاني على طول. لو هو ابيض هتحمصه شوية وبعد كهتتحاني. خلاص هنحطه في الكبه. هنعمل كل حاجة في الكبه. حبة تعملي الحاجات بتاعت الكلاها في الخلاط. هتعمليها في الخلاط. هقولك هتعمليها ازاي. نطحن بس السوداني بتاعنا. هتلاقي السوداني كده ايه? بقى طلع الزيوت اللي جواه. وبقى عاجنة زي ما انتم شايفين. هنحط بقى السمسم. بقى يركوله بنفس الفنجان. ده سمسم ابيض مش متحمص. احنا ما نتجيبوش السمسم ابدا ان يكون متحمص. هتو ابيض وانتو حمصوه في البيت. هيبقى احلى وتبقى لسه لسه محمصينه وطازة كده. تبقى ريحتو حلوة قوي. هيبقى احسن بكتير. خلاص وفيه سمسم ابيض وفيه سمسم احمر. خلي بالكم ده سمسم ابيض. ناخده في طاسة كده. الطاسة ما فيهاش اي حاجة. خدت فنجانين من السمسم. الطاسة ما فيهاش زيت ولا اي حاجة. هنحمصو بس كده. على النار. على النار هات دي خلي بالك عشان ما يتحرقش منه عشان بياخد لون بسرعة. يطلع الرتوبة اللي جواه ويتقطع كده ورحته تطلع. خلاص اهو بتده يتحمص بحمصي كده واحدة واحدة وخلي بالك ما تعليش النار. السمسم بياخد لون بسرعة عشان بس ما يتحرقش منه. خلاص يبقى حطيت فنجان من السوداني وعليهم فنجانين من السمسم. هنسيبو يتهوى شوية كده. بعد ما يتحمص نسيبو يبرد شوية. وهناخدو برضو في الكبه ونتحنو مع السوداني. خلاص اوعد تحطيه في الكبه هو سخن. تستني عليه كده ايه ده خالص لحدة ما يبقى دافي. نغضهم بقى اللي اتنين مع بعض يتحنو. السمسم هيطلع الزيوت اللي فيه مع الزيوت بتاعت السوداني. هتلاقيهم بقوا زي العجينة كده. عارفين زبدة الفول السوداني. هو بيبقى زي وكده. خلاص هناخد كمان. فنجان من الزيق. ده بقى اللي المصانع بيزوضوا بالكمية وبيضعفوها بيه. وما اصلا ممكن يحطه فنجان من السمسم عليه اربع فنجين من من الزيق. هناخدها برضو على الطاستة كده. عشان الزيق زي ما يكون ايه يستوي شوية ويطلع الرطوبة اللي فيه. عشان ما يبقاش طعمه ما يبقاش طعمه دقيق ناية يعني في التحينة. ناخده كده نديله شوية لون على النار. شوية تحميس يعني. وبردو على النار هادية لان دقيق بيتحروق. فخلي بالكم. هننزل بيهم برضو بعدا ما يبقوا دافين. ننزل بيهم على السمسم والسوداني. خلاص. هننزل بيهم كده واحدة واحدة. زي ما قلت لك خلي كل المكونات ده ده خالص. متحطش ايه في الكبه وهي سخنة. ناخد كمان فنجان من الزيت. واختري زيت يكون حلو يكون فاتح. بلش زيت غامق وبرش زيت التمويل والحاجات دي خالص. عشان يديكي طعم حلو للتحينة. هنحط فنجان من الزيت. يبقى حطيت فنجان من السوداني. واثنين من السمسم. وفنجان من الزيق. وفنجان من الزيت. خلاص. هنحط بقى رشة سكر. رشة السكر دي هي اللي بتثبت طعم التحينة. بتخليها زي بتاعت بره. وكمان بتبقى كأنها مضي حافظة. عشان لو خليديت التحينة بره التلاجة. نضرب بقى كل الحاجات دي مع بعض. انتي لو حطيت القاوم تقيل هتزاودي شوية زيت. لو حطيته بقى خفيف خالص مني وبقى سايل هتحطي معلقة دي بس طبعا تكون من اللي احنا كنا مسخرناها في الطاستة يعني ما تحطيش دي اقناير. خلاص. انا حطيت زاودي شوية زيت عشان القاوم كان تقيل لان انا ما عايرتش بالثنجان انا حطيت كده يعني ما عايرتها بعيني يعني. خلاص. نضربها بقى كويس قوي. وبعد كده هنجيب بقى قلبة نظيفة ونفضيها فيه. العلبة اللي عندي دي بتشيل نص كيلو. انتوا عارفين نص كيلو التحينة دلوقتي بمية وعشرين جنيه وبمية جنيه. شايفين بقى قوامها حلو ازاي ومزبوط ازاي? قوام بتاعها تحفة. واللون كمان حلو قوي ومزبوط زي بتاعها تبرة بالزبط. وعايز اقولكو طعمها طحفة. عملتلكو بها بقى صغرات التحينة كنت منزلها قبل كده على القناة. شايفين القوام حلو ازاي? شوية السمسم دون كانوا بعشرة جنيه او بخمستاشر جنيه. طبعا انا ما استخدمتهمش كلهم يعني الكيس كان لسه فيه. انا استخدمت فنجان واحد بس. يعني بخمستاشر جنيه سمسم عملنا كمية لو كنا جبناها من برا كنا هنجيبها بمية جنيه وبمية وعشرين جنيه. شايفين طريقة سهلة وحلوة جدا هتنفعكو في شهر رمضان ان شاء الله. ويا ربي الفيديو يكون اعجابكم. باي باي.